أنهت البرصة المصرية تعملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع على تراجع جامعيا للمؤشرات بدغوط بيعية للمتعاملين العرب والأجانب وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 694 مليار و100 مليون جنيه وسطة دولات بلغت نحو 5 مليار و100 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10678 نقطة وأغلق عند مستوى 10534 نقطة متراجع بنسبة 1.36% كما فتح مؤشر شركات صغيرة والمتوسطة EGX 70 متساول أوزان عند مستوى 1832 نقطة وأغلق عند مستوى 1825 نقطة منخفضا بنسبة 42% كما فتح مؤشر EGX 100 متساول أوزان عند مستوى 2786 نقطة ليغلق عند مستوى 2766 نقطة متراجع بنسبة 69% إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل دولار الأمريكي نحو 18 جنيه و23 قرشا للشراء و18 جنيه و36 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 18 جنيه و98 قرشا للشراء و19 جنيه و12 قرشا للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني ووصل سعره إلى 22 جنيه و36 قرشا للشراء و22 جنيه و51 قرشا للبيع أما بالنسبة لأسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع بالنسبة للسعر أريال السعودية وصل سعره إلى 4 جنهات و86 قرشا للشراء وأربع جنهات و89 قرشا للبيع